موسيقى 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 ومن هناك راح نبدأ نوجه ونروح للقطعة الثانية طبعا من الحين راح أعطيكم خبر كأنكم ما شفتوا شيء من الحين من الحين قد أعطيكم خبر كأنكم ما شفتوا شيء من اللي راح يصير بعد شوي طيب على برما نوصل للمكان القطعة الثانية راح أعطيكم خبر على شيء بسيط يا شباب باختصار بإذن الله بإذن الله أني أنا راح أسوي Giveaways على إمبلمات الإمبلمات في Destiny الإمبلمات هذه مهم موجودة ما حد يقدر يجيبها إلا باكواد معينة والكود صلاحيتها مرة واحدة بس في الاستخدام ما هو إمبلم للكل فإمبلم للشخص واحد فقط ولكن أنا راح أعطي أكثر من إمبلم بإذن الله بالأغلبية راح يكون عندي تقريبا 16 إمبلم راح أعطيها Giveaway أو 17 إمبلم على حسب فإذن الله بإذن الله أني راح أسوي كلها عليها Giveaway وفي إمبلمات ممكن أحطها عشوائية في المقاطع ففتحوا عيونكم ولكن المقطع هذا ما يحتاج أنكم تفتحون عيونكم ما أتوقع أني راح أحطها في المقطع هذا فإبدوا أركزوا فتحوا عيونكم من المقاطع الجاية بإذن الله لأنه بإذن الله من مقاطع يوم الجمعة في الليل إلى أن تخلصوا الإمبلم اللي عندي كلها كلها راح يكون عليها راح أحطها جوه المقاطع بالإضافة أني راح أسوي Giveaways وإذا كان في Giveaway راح أعطيكم خبر عشان تشاركون طيب راح أعطيكم خبر بس شي بسيط أحبني أستشيركم فيه هل أنتم حابين أن الإمبلمات أقسمها على مرحلتين هل تبغوني مثلا أن أحط Giveaway في اليوتيوب وGiveaway في تويتر ولا أنتم حابين أن نجد Giveaways كلاتكم في اليوتيوب هذا الشيء راح أجعل لكم أعطوني خبر في الكومنس وبإذن الله أنا راح أسوي اللي أنتم تبغونه فأشوفوا أنتم إيش تبغون وأنا راح أسوي اللي أنتم تبغونه في الأخير زمين شويفين الحين مجرد نحن نوصل عند الشجرة هذه يا شباب راح نطلع فوق الشجرة بلا صح أنا قاعد ألعب بهنتر صعبة شويتين أن نطلع فوق الشجرة مجرد ستون بيز ولكن عادي طلعت في الأخير راح تأخذون الفراشة الثانية من هنا مكانها جدا بسيط ما يبغى لأي تعب ولا مشورة شأن نوصل لها ولا شي بعدها يا شباب راح نسوي فاسترافل ورح نروح عند فنش ونحط الفراشتين في مكانهم المخصص زي كل مرة طيب شباب هنا باختصار هذه المكان الفراشات ما فيها أي تعب وبعدها راح ندخل نأخذ الترايمز ورح تشوفون أن نحن ماخدين ستة من أصل عشرة ما بقى للأسبوعين الجاي لأولسبوع الرابع والأسبوع الخامس وكذا نكون قفلنا على الفراشات العشرة بإذن الله باختصار شباب اللي لسه ما لقوا الفراشات الأربعة القديمة يمديكم تروحون للقناتي ورح تلاقون في المقاطع حق الفراشات تشوفوا المقاطع حق الفراشات ويمديكم تخطونا كلها في أسبوع واحد فما تفرق إذا ضيعتوا الأسبوع اللي كانت موجودة فيها ولا لا ولكن هي تنزل قطعتين كل أسبوع طيب شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع آخر شي حاب أن أقول لكم شباب اللي مو مشتركين في قناة منكم تشتركون وزر اللايك يا حلوين واللي عجب المقطع لا يتسنزون زر اللايك أهم شي بالله عشان يعرف أن المقاطع هذه عجبتكم ونشروا المقطع يا شباب عشان الكل يستفيد ونشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي مع السلامة